أفدت دراسة أمريكية حديثة أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم وهم يقاتلون في بؤر القتال في سوريا والعراق ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية قد تضاعف العام الماضي مقارنة بتقديرات سابقة والمزيد ينضم إلينا مباشرة زميل محمد برويس إذن محمد ما هي تفاصيل هذه الدراسة التي من دون شك أنها تحز في النفس تحز في النفس وهي موضوع في الواقع مناشدة منظمات دولية حقوقية منذ أشهر طويلة في الواقع للأسف إذن خلصت دراسة أعدتها جامعة ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف تنظيم داعش بلغ مستويات غير مسبوقة الباحثون تمكنوا من الوصول إلى هذا الاستنتاج بناء على دراسة للوصلات الدعائية لتنظيم داعش على الإنترنت على مداري 13 شهرا توصل الباحثون إلى أن عدد الأطفال الذين شاركوا في معارك خلال العام الماضي تضعف ثلاث مرات مقارنة بعددهم في العام 2014 وتزعم الدعاية التي يبثها تنظيم داعش أن 89 صبيا تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عاما لقوا حتفهم في مواقع قتالية ومع ذلك يعتقد الباحثون أن الأمر يتعلق فقط بما أعلنه تنظيم داعش فيما الأرقام الحقيقية تبقى أكبر من ذلك بكثير محمد لا شك أن الصور التي نتابع هي بليغة عن كل تعبير هل من تفاصيل وردها التقرير والدراسة بشأن جنسيات هؤلاء الأطفال والبؤر التي يتم استغلالهم فيها بالفعل هي جنسيات متعددة من مختلف بقاع العالم وأيضا يتم استغلالهم في بؤر التوتر في العراق وسوريا أساسا أوضح تحليل بيانات الدراسة أن الأطفال الذين يجندهم تنظيم داعش ينحدرون من 14 جنسية وأظهرت الدراسة أن معدل مقتل الأطفال الذين يجندهم تنظيم داعش المتطرف زاد بمعدل الضعف حيث إن 39% منهم قتلوا خلال تنفيذهم هجمات بسيارات مفخخة في حين قتل 33% منهم أثناء المعارك وتبين الدراسة أيضا أن 18% من الصبية لقوا حتفهم في هجمات لا أمل لهم في النجاة منها وهي الهجمات التي يطلق عليها العمليات الإنغماسية حيث ينغمس الصبي أو يتخندق خلف خطوط العدو ويفتح النار علنا حتى يلقى الصبي مصرعه إذن هي عبارات طبعا جد صادمة إذن لماذا داعش بعد أن استهدف الشباب الرجال النساء هو يستهدف الأطفال أيضا ذلك منطقي لأنه يسيطر على مناطق واسعة يوجد فيها تعيش فيها أسر وهناك مدارس إلى غير ذلك يركز تنظيم داعش المتطرف على استغلال الأطفال في معاركه بعد استقطابهم وتجنيدهم ويمارس تنظيم الإرهابي دعاية قوية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من خلال نشر صور ووصلات فيديو لأطفال في عمر الزهور وهم يستعدون لتنفيذ عمليات انتحارية أو بث تسجيلات لهم وقد لقوا حتفهم ويستغل تنظيم نفوذه في سوريا والعراق لتجنيد الأطفال واستعمالهم في المعارك وفي هذا السياق كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العام الماضي قد أعلنت أن تنظيم داعش استغل نحو مئة مدرسة في محافظة نينوى العراقية لوحدها من أجل تجنيد الأطفال وغسل دماغهم وحثهم على التطرف والعنف إذن استغلال أطفال قاصرين في خرق واضح طبعا القوانين الدولية والإنسانية بشكل عام إذن هذا يطرح إشكاليات حول مستقبل هؤلاء الأطفال من يحمل هذا هم المنظمات الإنسانية التي تنادي إلى الانتباه إلى هذه الظاهرة التي أخذت في الاتساع في الواقع عبر الباحثون في جامعة جورجيا الأمريكية عن قلقهم من تزايد عدد الأطفال الذين تجندهم داعش وقال تشارلي وينتر أحد معدية تقرير أنه لا يمكننا تخيل عالمي ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية إذا لم نفكر بعناية في كيفية تفكيك حشود هؤلاء الأطفال ونزع سلاحهم وإعادة إذماجهم في حياة الطفولة العادية وأضاف أنه لا توجد أي نماذج سابق لمنظمة متطرفة عنيفة مثل تنظيم داعش في استغلالها للأطفال على هذا النطاق الواسع وتوقع الباحث أن يزداد إقبال هذه المنظمة الإرهابية على تجنيد الأطفال مع تزايد الضغط العسكري عليها في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها العديد من القوى الدولية والإقليبية في سوريا إذن شكرا لك محمد رغم هذا الموضوع صراحة المؤسف حول مستقبل هذه الأطفال الأمور لا تبشر بخير بحكم أن هذا الواقع لازل مستمر وداعش لازل نافذا في مناطق واسعة في سوريا والعراق والأزمة في الواقع ليست هناك بشائر لحلها نعم لن نكون متشائمين لهذه الدرجة نتمنى الخير في المستقبل ترجمة نانسي قنقر